نأتي الآن إلى العنصر الأول من هذه الوحدة الثانية في شرحنا لمقرر مقدمة إلى التربية هذا العنصر هو بعنوان خصائص العملية التربوية والأسئلة التي يمكن أن تطرحها في الاختبارات في خصوص هذا العنصر هي مثلاً أذكر بعض خصائص العملية التربوية اشرح ثلاث خصائص من الخصائص العملية التربوية مثلاً حلل الخاصية التربوية المميزة للعملية التربوية الأهم في نظرك إذن هناك مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن تكون موضوع اختبار تتميز في واقع الأمر العملية التربوية بعدة خصائص عامة مميزة لها نحن هنا سنذكر منها ثمانية هذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية خاصية الثالثة خاصية الرابعة هذه الخاصية الرابعة خاصية الخامسة خاصية السادسة خاصية السابعة وأخيراً الخاصية الثامنة سنحاول أن نتوقف عند هذه الخاصية لنشرحها باختصار لأن هذا يمكن أن يكون أيضاً موضوع للاختبار بداية العملية التربوية هي عملية إنسانية ما المقصود بكونها عملية إنسانية؟ المقصود هو أن من يقوم بها الطرف الأول القائم بها هو إنسان الطرف الثاني المستفيد منها هو بدوره إنسان وفي الوسط الوسائل المعتمدة أو الجو أو التفاعل القائم هو تفاعل إنساني إذن نذكرني هذا بقول أحدهم إن ما تختلف فيه الطربية أو عملية أو مهنة التعليم عن باقي المهن هو أن الموظف في باقي المهن يخدم العملاء حينما يكون هو جلساً وبقية العملة واقفين على العكس من ذلك مهنة التعليم يكون كل العملة جالسين والموظف يكون واقفاً إذن باختصار شديد العملية التربوية هي عملية إنسانية لأنها مميزة ومغلفة كلياً بما هو إنساني على خلاف العملية الحيوانية التي يمكن أن نقول أن الاكتساب الحيواني للخبرات هو عملية ترويض أو عملية تجييم رغم أننا في لغتنا اليومية نقول تربية الخيول مثلاً تربية الطيور مثلاً تربية الحمام مثلاً كلمة التربية هنا تستخدم في غير سياقها أو تستخدم باستخدام مجازي لكن الواقع لا تربية إلا للإنسان طيب الخاصية الثانية هي كونها خاصية تطبيع اجتماعي للأفراد والمثال على ذلك هو مثال عملية تطبيع هو اكتساب طبع ثاني أو تحويل للطبع الأصلي ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الإنسان قد يولد على الفطرة وهذه الفطرة ربما لو تترك لنفسها قد لا تكون بالضرورة تعطينا ثمار اجتماعية جيدة قد تكون طبيعة تميل إلى الأنانية وإلى العدوانية وإلى الفردية المطلقة والمفرطة وبالتالي تكون ضرر على المجتمع لذلك كانت التربية ضرورة من أجل تحقيق التطبيع الاجتماعي يعني اكساب الأفراد الطبعي الاجتماعي ومثال ذلك الشمع الذي نذيبه ونطبع فوقه النقش الذي نريد فالشمع ينقش بالنقش الذي نريد وكذلك الفرد يطبع عن طريق التربية بالتطبيع الاجتماعي الذي يريده المجتمع الخاصية الثالثة كون التربية مستمرة ومتجددة قد يبدو في الأمر نوع من التعارض بين الاستمرارية من ناحية والتجدد من ناحية أخرى فكيف إذن تكون من خصائص العملية التربوية أنها إذن مستمرة ومتجددة استمرارية العملية التربوية تكون في الزمان فهي تمتد من مرحلة ما قبل المرحلة المدرسية يعني من رياض العدفال وتمتد إلى الابتداء في المتوسط في الثانوي في الجامعي وحتى تستمر حتى بعد الجامعي فيما يسمى بالتربية الذاتية أو التربية المستمرة إلى نهاية حياة الإنسان لأن التربية عملية لا تتوقف لكن في كل ذلك الاستمرار هي متجددة لأن في كل مرحلة زمنية لها خصائصها التربوية المميزة والمناسبة لنمو الشخص في كل مرحلة فإذن وهكذا نفهم أن التربية هي في الآن نفسه مستمرة ومتجددة طيب الخاصية الرابعة هي أن التربية نمو شامل ومتوازن لشخصية الإنسان طبعا عبارة النمو كنا تعرضنا إليها في تعريفنا منذ البداية للتربية وقلنا أنها عملية نمو هي بالأساس لكن هنا ما المقصود بكونها شامل نمو شامل الشمول يشمل جميع جوانب شخصية الإنسان شخصية الإنسان طبعا علماء النفس وعلماء الاشتماع وعلماء التربية يتحدثون عن جوانب كثيرة في شخصية الإنسان ولكن الجوانب الأساسية الكبرى العامة تقريبا أربع جوانب هي الجانب الحسي الحركي أو الجانب الجسمي ثم الجانب العقلي ثم الجانب الروحي أو النفسي ثم الجانب الاشتماعي هذه جوانب علماء النفس قد يضعون تحتها جوانب أخرى فرعية ودقيقة لكن هذه الجوانب الأربعة تشتغل عليها تربية لذلك مثلا نجد في التذكرون جميعا كيف كنتم في المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة تتلقون تربية بدنية رياضية ربما البعض يتساءل لماذا لابد من التربية الرياضية في المدارس لأن ذلك يهتم بالجانب الجسمي في شخصية الإنسان فهو جانب مهم كذلك كلنا نذكر المواد التي أخذناها سواء كانت تربية مثلا مسرحية أو رسم فهي تربية فنية مهم جدا هذا الجانب كذلك كنا ناخذ الرياضيات والعلوم فهي تربية عقلية ناخذ مواد اجتماعية تربية اجتماعية إذن هذا جانب الشمول في التربية التوازن هو أن لا نغلب أو لا تغلب التربية جانب على جانب آخر وإنما تسعى إلى أن يكون هذا الشمول في الآن نفسه متوازن اشتركوا في القناة